اذا اعجبك الفيديو يرجع اعمل لايك وشير وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا سلام بكم. معكم محمد علي وحلقة جديدة وانا مقصر التقنية. نتكلم النهاردة عن نهايب تيم وارفور سي ايه. طبعا الناس هتقول لك فايا عمل حج التى الراجل واخده غسيل ومكوى والراجل شاكره بيحب التهزيق بيجرم كلامه وبعد كده ايه ما بياخرص خالص على قناته ما بيتكلمش ولا يقول اي حاجة ما علينا يا جدعان احنا بنعمل كده مش عشان خطر هو هو توظ فيه احنا بنعمل كده عشان الناس اللي بتصدق الكلام بتاع النصابين لازم ياخدوا بالهم. اولا بص يا سيدي صلى على رسول الله هنا المنصة بتاعتها يبتين طبعا احنا شرحنا قلنا ما في يعني ليلي يعين. مبدأ ايا يا حبيب قلبي بص على الصحوبات والادعات هنا اهو. انا قلت لكم ان الصحوبات والبيتاب بالسكريبت الفيديو بتاع مبارح ان دي حاجات وهمية ممكن يتلعب فيها. هو مبارح طلع فيديو وقالك ان فيه الخطة الخزعبلية المهلبية اللي هي اه تكسف فيها واحد بيتكوين. اه وصلت الحمد لله الادعات مية وستين الف دولار. اتصم بالله لو كانت فعلا مية وستين الف دولار كنت قفلت القناة وروحت وروحت نعمت في بيتكوم وطلعت عسانك للناس. انت كدام. ادي قدامك يا حبيب اهي الادعات والصحوبات. ما فيش الارقام اللي انت بتحكي فيها خالص بالتواريخ. فحاجة من الاتنين يا اما الصحوبات دي زي انا ما قلت بيتلعب فيها وهمية. والارقام الحقيقة ما بتنزلش. ده رقم واحد. رقم اتنين يا اما انت كدام. ما فيش مية وستين الف دولار دخل ولا اي حاجة. هتقول لي هسانا فتحتها على السيسم. ما المرصة بتاعتك انت تفتح على السيسم. تفتح على البيسسم. توري الناس انك انت كزبين مليون دولار. ما فيش مشكلة. ارقام كلها داتا. لكن فلوس المحافظة الحقيقة فين هي دي اللي بتبقى المشكلة. طيب. يبقى اول حاجة زي ما قلنا. اول رد على الكلام بتاع ان في مية وستين الف دولار تدخلوا في الخطة في خلال اربعة وشرين ساعة. هزا الكلام كزب. يا اما المرصة كدابة. والداتا اللي هنا عليها مزيفة وبتلاعب فيها. يا اما حضرتك كذاب وده الاصح انك انت برضو اه بتكذب عن الناس عشان خاطر تقول لهم الحق وده العرض هيخلص. وهتاخد واحد بتكون وليك سبعين في المية. حضرتك هتدي واحد بتكون لكل واحد ولا هتدي واحد بتكون لك عشر اشخاص. وهي واحد بتكون فقط. يعني انت بتقول مية وستين الف لما تديروا انت واحد بتكون جايزة. يعني انت تلتي الفلوس اللي اخلالك كده طلعتها جايزة. انت كمنصة بقى هتقدر انك انت اه تدي ارباح وتعوض هذا الكلام. طبعا هذا الكلام كله يدل على ان المنصة نصابة وبنت ستين شحيبر. طيب ده رقم واحد. رقم اتنين دخل عشان تعرفوا ان زي بتاع ده حط برضو عرض على المنصة التانية اللي هي بتاعته برضو. آآ اللي وردتكم طبعا انها حط الكلام النصب وكل حاجة. وقال لك ايه? هيعمل حاجة عرضة بخمسمائة دولار. هتخش بخمسمائة دولار. هتاخدهم بعد شهرين ستلاف تدفع الفين جنيه. آآ سوري الفين دولار. هتاخدهم ستلاف خمسمائة دولار. طبعا نفس الحركة دي كان اتعاملت على اي كابتل. اي كابتل بتاعت احمل المبرمج. لما اتكلموا قالوا انه في صغراء اشحن هتاخد اشحن بكام هتاخد كام قصادة كام الف. ونفس الفكرة وبعد كده المنصة نصبت. طبعا انك انت تعود يعني فعلا المنصة صدقة انها هتعود الارباح دي او تقدر انك تديك الفلوس دي ده كلم كده. فدي عرض كلها بلح. واللي بيشحها بلح. عشان تبقوا غرين ما لكم. نازل الاول عرض هيبتيم. وقال لك ايه بالمرة. بنا ما هيبتيم كده كده ايه. الناس مش بتخش كتير احنا نجرب في الناحية التانية منصة جديدة ممكن ما تكونش معروفة. ممكن الناس ما تكونش وغد بالها. فالعرض ده برضو بلح. هو بديك العرض انك انت هتفضل تدفع اربع شهور. لو في ميت مش هنقول مغفل عشان طبعا ما فيش حد مغفل. احنا بنحترم الناس كلها. هنقول لو في ميت واحد طيب قلبه اعلانيات ومعرفش في المعالمية وراح حط فلوس مية في خمسمية يعني بنتكلم في خمسين الف دلار. خمسين الف دلار ما يعادل اكتر من حوالي اتنين مليون مصري او اتنين مليون مصري فاحنا معرفش طبعا هو قاعد في تركيا ولا قاعد فاني مصيبة. فهو بالنسبة له ما هو بالغبارة هو حلو. فبالنسبة لي كصاحب منصة هو كده مرضي. هو لو عارف يدخل اه خمسين واحد مرضي. لو ده ادخل عشر مرضي. الاسكريبتات والموقع كله اللي هو عامله ده مش مكلف اصلا زي ما وردتكم تلتمونة دولار. فبالنسبة له ايش طيب يعني اللي يجي من وراء الناس الطيبة خير وبركة. فالتاني حاجة انت تخلي بالك منها انه هو كل دلار حضرتك بتخطه من عرقك ومن جبينك هيروح في الهوى عشان خاطر واحد بيتحك عليك وبيفضل تكلم ومعندوش اي اثبات على اي حاجة انا قلتها غير انه بيخش يدي كلمتين يتهزق بهم وبعد كده يطلع بره. فخلي بالك من هذا الكلام. وانا على ما اقوله شهيد. طيب اه دي رقم واحد. رقم اتنين اه يا حبيب قلبي انا قلت لك بره اليوتيوب انا هزبطك. فزبطتك اهو. طبعا اللي فان دي كان اعمل عارض خمسة دلار حطهم في جيبك. خش اكتب على اكتب تقييم وقول ان المنصة زي الفل. وانا هديك خمسة دلار. وحاطط طبعا الطريقة والشرح والدنيا زي الفل. طبعا تقييم كان مرتفع على اه فكانت الناس بتخش على ايه ده? ده الناس كلها بتشكر وبتقول اه ده جميلة ودي زي الفل فكانت الناس متعضى حيلا. طبعا انا عملت معك الواجه بحبيب قلبي وعملت ابلاغ على الحسابات. الناس ما حزفتش التعليقات بتاعتها حضرتك. الناس ما تحزفش التعليقات بتاعتها. انا السبب ان انا اعملت ابلاغ عن انك انت بتدي فلوس عشان خطر التقيمات فالمنصة هي اللي حزفت التقيمات. الناس ما لهاش اي دعوة ولا اي زنب. عشان تبقى تاني مرة تعمل تقيمات مزيفة عشان تفهم انك لا تفهم في المواقع ولا في ادارة المواقع ولا في اي بطيخ. انت بطيخة. انت عبرها عن بطيخة ما لهاش اي لازمة. ما بتفهمش اي حاجة. اللي يعمل حاجة زي كده ريفيوهات مزيفة. يا فاندي اللي بتقول لي ان انا كنت بزيف. على بتاع ده. لا انا هاريك بقى انت انا بقى هاجب لك الشغل بتاعك. بايدك اهو قدامك والناس تقدر تشوف. انت اللي كنت عامل عرض خمسة دلار. وكاتب الطريقة للناس عشان تحط اه تكتب تقيمات حتى لو مش مشتركة في القناة. يعني هم لو مش مشتركين فاهم كانوا بيحطوا تعليقات مقابل انهم يهضوا خمسة دلار. عشان ترفع من الرسيل بتاع الموقع وتوري الناس ان الموقع عليه ناس كتير. حضرتك تم الابلاغ ان فيه تعليقات مزيفة وتم اخذ سكينشوت من جروبك وادارة مشكورة راجعت التعليقات واللي لقيتهم مش كويس او الناس بتعمل تعليقات مزيفة حزفوا التعليقات بتاعتهم. فا ايه رأي حضرتك? انا وعدتك مبارح انا مزبط لك حاجة برا ليوتيوب. عشان يبقى انا لما بتكلم بعمل. ده يريد بقى المفاجآت التانية اللي انا محضرها انا قلت لك اصبر هتاخد حاجة حلوة. يعني ترسي بلد الصمعة بتاعت الموقع بتاعك اللي انت بتدفع فلوس عشان خاطر تخلي الناس تخش تعمل تعليقات مزيفة ضح. وفيه كمان خزوين جايين في السكة ما تستعجلش. ما تستعجلش. انا بقى وعد وبنفز. انت بتتكلم وما بتعملش حاجة انك انت بتتكلم. وحتى مش قادة التدفع. انت تخش تشتم تتروق على الكلماتين اللي انت قلتهم. ما اسمعش صوتك على قناتك تاني. تروح تعمل بقى عروض مزيفة بتاعت بتلم ورائك. فعشان بقى وقت للناس الحلوة. اه دي تاني خزو. طبعا الخوزين والله انا مش عارف يعني انت صعبان علي. انا عمل تاخد تاخد طلع من خزو. تخش انا هخليك تقول احد احد. اللي جاي احلى. حضرتك الناس اللي كانت دخل على 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 التعليقات ان هو محترم. دلوقتي حضرتك خش على ترس بيرت هتلاقي ان الدنيا يعني اتعدلت شوية. الحقيقة بتريد تباني. ده نزبطها بس نزبط يعني. فما يعنينا بس عشان وقت. كده انا خلص النهاردة العلقة بتاعت النهاردة وان شاء الله مع علقة جديدة مع نصبين اليوتيوب. اشوفكم ان شاء الله حالة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.